عزيزي برج الثور أنت عزيزي طيب حانون تحب الاستمتاع بالحياة طبعا كبرج طرابي أنت جميل أنت جميل من داخل ومن بره وكذلك تحب جمال الآخرين وتقدر الناس الطيبة وخاعد ما أتكلم عن الجمال تعرفون أني دائما أتكلم عن جمال الروح وليس جمال المظهر لكن عندما تكون الروح جميلة فطبعا الوجه يكون أجمل بكثير وخا أنت عزيزي ذكي أراك هادئ ذكي أنا أتكلم بطريقة عامة وخا عن طاقتك بطريقة عامة يعني ستكون منظم مرتب واثق من نفسك يعني كتعرف فينك تحط رجلك تعرف أين تضعه قدمك وكتعرف يعني مشيك كتعرف واثق يعني أي طريق تريد أن تمشي فيه تفهمون نياك إذا أراك كذلك عزيزي إسعاد الآخرين لماذا؟ لأنك سعيد ولماذا أنت سعيد؟ لأن استحدث لك أشياء جميلة نعم وهذا غد يعطي لك واحد طاقة ونظرة جديدة للحياة وستتعامل مع الأشخاص بطريقة عجيبة وخا يعني جميلة جميلة بزر هذا العام سيكون عام جميل نواصل في أراك تريد أن أراك مسؤول بزر تعمل تعمل وتبذل مجهود كبير لا ترتاح لا تستسلم مهما كانت المواقف والأمور لا ترتاح التتصل إلى قمة الجبل عزيزي برج الصور كذلك أراك سي رومانسي رومانسي بزاف وتبني قصص جميلة قصص خيالية رومانسية مع الأمير أو مع أميرتك لا تنسوا أنها قراءة للنساء والرجال وتبني قصور لا تبني قصر واحد قصر واحد لحبيبك ولك ولحبيبك تبني قصور في السحاب أراك إيجابي إيجابي بزاف وعندما تستيقض فشكة نضمنعس قبل ما تفتح عينك تبتسم يعني في الصباح قبل عندما تستيقض قبل أن تفتح عينك أنت تبتسم الإجتسامة مرسومة بفضل هذا الإيجابية العجيبة الله جميل جميل فرحانة فرحانة بزاف من أجلك عزيزي برج الثور وخا تشبث بهذا الطاقة الإيجابية أرجوك فسيحدث لك شيء عجيب هذا العام سيكون عامك يعني سلس وسهل وجميل وكل شيء يعني الماء سيتدفق في النار بطريقة عجيبة وسحرية وكل ما رسمته وكل ما رسمته في خيالك عزيزي برج الثور سيتحقق إن شاء الله بإذن الله والحمد لله آمن يا رب العالمين مواصل الله فرحانة أفرح بزاف هكذا أريدكم هكذا أريد أن تكون تعليقاتكم أخا إيمان أنا هكذا أنا حصلت على هكذا وحدث لي هكذا هذا هكذا ستكون إن شاء الله هذا العام 100% دي التعليقات ستكون إيجابية وحصلت لكم كل ما أراه هنا إن شاء الله يا رب الحبي بنواصل فرحانة فرحت بزاف هذا العام عزيزي كما قلت سيكون عام عجيب مختلف تماما على العام اللي فات تبتسم للحياة كما تبتسم لك الشمس كل صباح وتقول صباح الخير صباح الخير بونجو جود مورننج بونوز دياش سبع رخا لكن بابتسامة بواحد الفرح بواحد الشغف بواحد كما أنك يعني طفل صغير خلقتها وتريد أن ترى أشياء جديدة وتتعلم أشياء جديدة وتتعرف عن ناس آخرين مهم إيجابي إيجابي بزاف تبارك الله عليك عزيزي برج الثور الله زوين بالنسبة للعامل والدراسة لمن يدرس ولمن يعمل أرى بداية عمل جديد نعم هناك تغيير تتكلم عن التغيير لا عمل فرص عجيبة الله الله ما هذه القراءة الرائعة والجميلة الله سعدتكم برج الثور قراءة عشرة لعشرة ماشي عشرة مئة لعشرة بالنسبة للعامل والدراسة البعض منكم سيبدأ عمل جديد نعم تغيير هنا يتكلم عن التغيير للأفضل لذلك عزيزي إذا توقفت عن عمل لا تحزن ما تدخلش في هاد الدائرة السلبية لا 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 لأن ما وراءه شيء عجيب فرصة ذهبية فرصة ديامون يعني مشغل الذهب والجواهر والياقط والماس وخا هذه الفرصة وخا كنوا إيجابين دائما لأنك أنا أراك هنا هاد العام تركز تركز بزاف وتعرف ماذا تريده لذلك لا تتشائم إذا كانت هناك بعض الصعوبات ما ترقوليش ما تطحوليش لا تسقط قوموا وخا لأن ما وراءه هذا شيء جميل ألوان خضراء وخا بعد المرحلة الجفة اليبسة مرحلة خضراء وخا لذلك كنوا إيجابين سيلفو بلي البعض منكم سيبدأ مشروع جديد وأنت واثق من النجاح وهذه الثقة ستفتح لك أبواب النجاح هذه الثقة هي مفتاح نجاحك عزيزي برج الثور وبالنسبة للدراسة هناك البعض منكم يريدوا أن يبدأ دراسة عليا جديدة أو مهن جديدة والنجاح كذلك هو عنوان هذا العام عندنا جوجد الكلمات رومانسية كبيرة ونجاح كبير سواء في العامل في الدراسة أو في الجانب المادي وخا هذا العام عام الرومانسية والنجاح المادي والنجاح في كل الأصعيدة عزيزي برج الثور لذلك لا تستسليم أرجوب وخا التي نسيت محطة هذا واحد واو 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 الله على قراءة الله سعداتكم عزيزي برج الثور واو يا لها من قراءة عجيبة ما عندي ما نقول لكم ما عندي ما نسلكوا قراءة جميلة كنسفق لكم لأنها كرطات إيجابية سان بخصو وخا قد نحكي لكم ونشاح لكم إذن البعض منكم عزيزي ربما ستصلكم رسالة رسالة محتوىها إيجابي قد تفرحوا لي بزاف وخا قد تكون دعوة للصفر أو للعمل في بلد آخر أو بلد أجنبي لهذه القرطة تتكلم عن الانتقال وعن الرحيل وعن الصفر لمكان بعيد أو قريب لكن أرى ربما لبلد آخر وخا والآن أدينها دروع للحب لا مو غلاب أمور ما تحبونه الأغلبية وخا لكن تطلبوا مني أني أقرأ لكم عن الجانب المادي أنا دائما كنركز في ما هو روحي وعاطفي لكن أعرف أن البعض منكم يحب أن أني أستمع للجانب المادي فأنا أتكلم عن المال والنجاح كذلك وخا هذا ما رأيته بالنسبة للعمل للدراسة وطاقتك يعني جاني غال في هذا العام وخا وكل شيء إيجابي وجمل سعدتكم أجمل قراءة لحد الآن وخا بالنسبة للحب عزيزي برج الصور أراك تدعو الله أن يجمعك وفي العام اللي فت كذلك يعني دعيت الله بزاف وطلبت من الله كثيرا وأكثرت من ذكر الله والاستغفار والكرت تقول لي أن الله يمنح لك رعاية وحماية وعطاء ورزق وهذا ما رأيناه وخير واسع الرحمن الرحيم ينزل عليك رحمته لذلك أشكر الله يا حبيبي أشكر الله أرجوكم فالله جميل الله طيب معنا الله لا مش الشغير طيب طيب هي كلمة صغيان يعني ليس لها قيمة الله ذو طاقة عظيمة ولا تعرفون ما يفعله الله من أجلنا لذلك أحيانا الإنسان ليس سعيدا لأنه لا يقدر حب الله لنا نواصل الرحمن يعرف أنك عانيت كثيرا عزيزي برج الثور لكن كل هذه المشاكل وكل هذه الصعوبات هذا العام إن شاء الله غادي يمحيها بهذا بلاجوم هكا يعني بطريقة سهلة سيمحيها بطريقة سهلة جدا وسحرية الله سحر عجب طبعا سيخدف كل الآلم عزيزي القلب سيفرح سيفرح لذلك افرحوا لي يلا يخليكم شوفوا شوفوا يلا شوفوا هذه القلب سيفرح نعم لا تقولوا لإيمان أنت لا تتكلمين عن ما هو سلبي ولا تقولين الحقيقة عن السلبي نعم يا الله سيدي غادي ينقول لكم دائما هناك حسد هناك ناس تريدون أن نغرق في الحزن تريدون أن نيأس مثلهم لكن لماذا سأركز أنا في هذه الناس لاش احنا شعي فضلة ماشي شغلي ماشي شغلي لا تبالي لهذه الأشياء لا تركز خليهم يزرعوا الكرمة دي نحياتهم ماشي شغلي مين داي روحان ماشي شغلي يعني في هذه الناس أنا أركز في حياتي عزيزي أنا أتكلم عني يعني أتكلم عن ركز في حياتك ماذا تريد تريد حبيبك بجانبك تريد قصة خيالية عجيبة أرسمها يعني ركز فيما تريده ليس فيما لا تريده ماشي شغلي نعم هناك هناك فئران هناك سم هناك فساد هناك غيرة وحسد ماشي شغلي عباد الله لا تركزوا في هذه الأشياء اطرقوها كونوا يعني لا تقاوم خليهم يديروا اللي بغوا وخ خلي كما يقول هاد الأغنية جت لي أنا أتكلم جت لي الأغنية ديال شاب مامي خلوا يهضروا أنا نبغيك وننسيتها أنا نبغيك مهم نسيت ديال شاب مامي هاد الأغنية التي تتكلم عن الحسد نسيتها شفتوا مهمتها هي رسالة سماوية الأغنية ديال الشاب مامي قديمة وووو ووو خليه يهضروا يعني نتكلم عن الحسد وهذه الطاقة التي تتدخل بين العاشقين دائما يريدون تدمير ما هو جميل لكن الحب أقوى أقوى لأن الحب ليس هناك أقوى من الحب لأنها طاقة سحرية لأنها طاقة سامية عندما يحب الإنسان يشعر بوحد يعني روحه وتتغير تكون اللطف والطيبة وسبحان الله هي هو شيء أجيب وجميل الحب وخا يغير الإنسان لأفضل ولأفضل وخا نواصل انا نبغيك وانتي تبغيني مع لا بلش شبرايهم وياها المهم طبعا الشمامي كيغني بالجزائرية وأنا ربما بعض الكلمات ما كان يعني ما كان نطقهاش مزيان المهم كنحب الشمامي بزاف 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 وكنحب كذلك هات الأغنية اللي كيغنيها مع استينك لأنها روحانية بزاف هذه مدة طويلة وأنا نحوزها المهم غزالة غزالة لأنها موسيقى روحانية وعميقة ديب ديب يعني تدخل أعماق وخا اليوم نتكلم عوضة عن برج الثور نتكلم عن شبراي لا أدري ما هو برج شبراي ربما برجه هو الثور لا أدري المهم جالية نواصل القراءة يا إيمان قلنا أن الله غادي يخرج كل ما هو سلبي من حياتك لذلك قلبك سيفرح هذا العام عزيزي برج الثور وخا ربما أنت عيشت تجربة ربما تجربة سلبية العام اللي فات وخا والله يسألك عزيزي برج الثور هل ما زلت تحبني أيها الكائن الجميل هل تثق في خالقك وخا الله يتكلم من خلال هذه التجارب عزيزي برج الثور الله يتكلم معك هل ما زلت قويا هل تؤمن بحب الخالق هل تؤمن بأن الله دائما معك وخا هل قلبك سليم عندما يكون قلبك سليم هذا يعني أن الله موجود في حياتك في روحك في عمق كيانك وخا وكذلك يسألك الرحمن هل تردت هل تردت الله من قلبك يا أيها الكائن الجميل وعوضته بالسلبيات واللون الأسود لا طبعا لا لا أنت متشبث بالرحمن أنت متشبث باللطيف الحميد لأنك تعرف أنت على يقين أن الكون يخدمك أن الله يحميك ويعلمك من خلال هذه التجارب يعلمك عزيزي الله لطيف الله نعمة في حياتنا لذلك لنحس بهذه الحب السماوي الحب الإلهي يجب أن نشعر به لتكون قويا وسعيدا الله يعلم ما بداخلك عزيزي برج الثور لكن يدعوك للصبر والرضا وبفضل هذا كل هذه الإيجابية التي تكلمت عنها من قبل يعني في الأول فأنت يعني ستفتح عينيك ستفتح عينيك سترى أن كل ما رسمته في خيالك سيتحقق أراك مع حبيبك جالسين جالسين يدك في الده ينظر إلى عينيك تعيشاني مواقف لحظات رومانسية عجيبة 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 جميلة بزف كما قلت هذا عام الرومانسية والجمال وخا النجاح عفوا ستعيش لقطات جميلة جميلة بزف كذلك هناك تغيير وتطور في العلاقة هذا عزيزي سيكون عام رائع عادة نخصلك فعام رائع هناك من يغار نعم لكن أعيد لن لماذا سأركز أنا في هؤلاء نعم يغارون يغارون من هذا الحب الجميل وهذه الطاقة طاقة تعيسة شكامة من جديد يعودون بحل ترمينايتور دائما يعودون لكن خليهم خليهم لأنها في الحقيقة هذه الطاقات وهذا الشكامة وهذا الحساد ربي خليهم لنا لأنها نعم بخلي يجب أن نحبهم لأنها في الحقيقة تقوي الرابط كلما أبعدوه الحبيب كلما أبعدوه يعني كلما أبعدوه الحبيب بحل لاستيك بحل هاد كيف نقول باللغة العربية الفصحة هاد المطط الأبيض الرقيق لاستيك بويم نحن نقول لاستيك كيش بدو هكا يعني يقومون بتمديده وماذا يحصل في الأخير يعني يعود بوحد القوة عنيفة وهذا ما سيحصل مع حبيبك هناك حب جميل هذا الحبيب يدافع مسكين يدافع رغم التدخل رغم الطاقة يعني هي طاقة قوية تؤثر يعني في هذه العلاقية لكن الحب أقوى وهو يدافع لماذا لأنه يريد الحفاظ على جنته على بستانه الجميل والوردي الذي هو أنت عزيزي لا تبالي عزيزي للطاقة لا تبالي لطاقة الحسن لا تذكرها أبدا لا تذكرها في حياتكم لا تتكلموا عنه ولا عنها ولا عنهم خلوهم كن متأكد أن هذا الحبيب أول وآخر إنسان في حياتك لأن هنا حب جميل الحياة ستجمعكما هذا الحبيب سيكون لك شوفوا النهاية دي القراءة نهاية رومانسية تتكلم يعني كل كارت إيجابية هذا الحبيب سيكون لك وأنت له هذا سيكون دائما في حياتك مثل ما تكون الشمس التي لا تظهر مثل ما تكون الشمس دائما حضرة في السمائنا دائما وخاها كذا هذا الحبيب لك وأنت له الحياة ستجمعك بالنسبة للأعيد بالنسبة للأمور خارجية لا علاقة لها بالمشاعر هو يحبك يحبك ويحبك وكن على يقين لذلك أكثر من ذكر الله والدعاء هذا الحبيب يحبك نعم تخلص من الخوف حبيبتي تخلص من الخوف كون قوية عزيزي تخلص من التفكير السلبي هذا الحبيب سيضحي من أجلك هذا الحبيب مستعد يا حبيبتي ليهيب لك كل شيء كوني هانية غير كوني هانية ارتاحي لي عيشي حياتك بهذا الضقل إيجابي اللي قلت هلكن في البداية وإذ لم تكن هكذا فكوني هكذا أنا أأمركم أن تكونوا إيجابيين وسترون النتائج في الآخر الله يخليكم تخلصي من التفكير أرمي هاد هاد تفكير قبيح هاد هاد التوتور هاد الشي اللي كيلو وثق ديالك أرميها برا لا تبالي بما هو سلبي أرجوك فقط ركزي ركزي في الإيجابي 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 والحب والعاطفة والنجاح والرومانسية هذا عامك سيكون عام رومانسي وقلوا لي أنتم إذا كان لديك حبيب فسيعيشك أفضل لحظات إن لم يكن لديك حبيب فستعيش قصة حب عجيبة رومانسية بحل الأفلام ديال الأفلام الهندية وهاد الأفلام السحرية العجيبة أفلام الحب وخا هذه هذا هذا سيكون هذه ستكون دقتك عزيزي برج أفضل هذا العام هذا الحبيب أراه يضحي من أجلك مستعد مستعد يدير ذلك شي اللي بغيته ليسعدك لذلك لا تقاوم الأمور كوني مرتاحة فلو يعني كوني مثل الماء كما أقول دائما لا تقاوموا أي شيء خليوها تكون كما شاء الله وسترون وادعوا الله كثيرا وصير الإيجابية والدعاء واطلب من الله ما شئت ادعوه تمنى فأنا أرى هنا بداية لتكلم عن بداية جديدة بعيدة عن كل هذه الطاقات الحسد وأن هذا الحبيب يحلم بحياة سعيدة معك لأنه نصفك الآخر واخا قراءة رائعة ألخصها قراءة عامك سيكون أعيد عام الرومانسية أرجوكم رسموني يا هذه الإيجابية اللي شفتها هنا واخا طبعوها في العقل العقل الباطني وسلترون النتائج لأنك أنت من ترسم حياتك ترسمها في عقلك وبروحك والكثير وبالإيمان في الخالق أنه يحبك ويريد الأفضل لك وترضى بما كتبه الله لك وأن الأشياء التجارب السنبياية في الحقيقة يعني الله يعلمنا يعلمنا لماذا؟ لأنه يحبنا واخا قراءة عجيبة قراءة عجيبة ميرفييوز والآن سنشوف لكم جملة أو لا أدري باللاتي خليوني واخا هنا ترجمة نانسي قنقر